حاجة مهمة جداً جينا النهاردة لفن الكلام فن الكلام في الحياة محتاجين كلنا نعرف طريقة فن الكلام لأن فن الكلام مهم في حياتنا مهم في كل خطوة في حياتنا ليه فن الكلام مهم؟ لأن أنا لما بتعامل مع أي إنسان بتعامل معه بالكلمة مش بتعامل معه بمشاعري وأنا مش من إزاز عشان هو يشوف إيه اللي جواي علشان يوصل له المعنى اللي أنا عايز أوصله له فهنا مهم جداً أن أنا أعرف فن الكلام فن الكلام هو الكلمة اللي أنا بختارها علشان أقولها للأدامي فمحتاج جداً أن فيه كلام بيتقدم وكلام بيتأخر وفيه معنى كلام ينفع أقوله في مكان وما ينفعش أقوله في مكان تاني وفيه كلام بينفع أقوله لشخص وينفع ما أقوله لشخص آخر خالص فهمية فن الكلام هو عامل كده زي جواز صفر شفتوا جواز الصفر وإحنا خارجين من دولة لدولة فن الكلام هو جواز صفر للقلوب وإنت رايح القلوب المشوار بتاعك ده فن الكلام هو اللي بيخليك تخش القلوب لأن فن إدارة الحديث نفسه هو اللي بيخليك يعني بينك وبين الناس فيه كل أريحية وبيقدروا يكملوا معك طيب لو جينا نشوف فن الكلام يعني متكون من إيه فن الكلام هنا متكون من كذا حاجة أول حاجة المستمع الجيد المستمع الجيد هو إنسان بتكون أنت قاعد معاه لو فرضنا أن أنا النهاردة عندي هم وقاعد مع حضرتك وإنت مستمع جيد المستمع الجيد ده إيه اللي بيحصل معاه؟ أنت بتفضل تستمع ليه وأنا بقول اللي عندي أنا عندي مثلا كذا مشكلة أو عندي مشكلة فبعد أقول لك على ملابسات المشكلة والخيوط اللي كونت المشكلة وبقول لك بصور لك الصورة بتاعتين أنا عندي مشكلة وأنا شهيد يعني أنا مظلوم في الموضوع ده فإنت لما تسمعني أنا برتاح جدا حتى لو إنت مقدمت ليش حلول في المشكلة بتاعتي حتى لو مقدمت ليش حلول خالص يكفي إن أنا بثق فيك واخترتك إن أنا أقعد معاك وأتكلم لك وإنت تدتني المساحة إن أنت تسمعلي فهنا الموضوع ده بيسبب روحة نفسية عالية جدا ببتدي أثق فيك أكتر وببتدي إن أنا أحكي لك وكمل في بعض الأحيان أساب جوانب كده ما أقدرش أقولها لأي حد لما لاقي حضرتك إن أنت بتديني من وقتك ومن جهدك ومن استماعك الجيد ببتدي إن أنا أتكلم فبحكي لك على كل حاجة باجي عندك وأنا فيه جبل على قلبي وأقوم من عندك الجبل خلاص راح أنت باستماعك هشمت الجبل إلى حصة خلاص راح معتش فيه فباجي متضايق جدا وعد مع حضرتك تقوم أنت تسمعني كويس ولما تسمعني كويس أنا بقوم راحة نفسية غير طبيعية طيب وكمان لما أكون أنا أحيانا في حالة حب بحب خطيبة أنا خاطب وبحبها أو ابني فاز في موضوع في المدرسة أو أنا شغلي متميز فيه جدا وخدت جايزة أو أنا اترقيت فباجي أقولك أنا شغلي كذا وكذا بحب أتكلم معاك على الحاجة اللي أنا متميز فيها اللي أنا بحبها قوي الحاجة اللي أنا عندي شغف بيها ببتدي إن أنا أتكلم لك بحب طيب هو أنت مستمع جيد وأنا بتكلم هو أنا مش بافصل أنت ممكن تقول هو مش هيفصل ولا إيه لا هو مش هيفصل اللي هو أنا مش هافصل هفضل أتكلم لك لأنه أنت بالنسبالي جهة فطفضة أنت بالنسبالي جهة ثقة فبافضل أتكلم عن كل حاجة أنا بحبها ليك بكلمك عن شغفي بكلمك عن نجاحاتي بكلمك عن أمور حياتي بكلمك عن كل حاجة لأن المجتمع الجيد يعني حاجة كده بلسم على القلوب بجد والله فأدي المجتمع الجيد أهمية اختيار اللفظ أو أهمية استخدام اللفظ أهمية استخدام اللفظ هو أحيانا في كلمة أنا بقولها ممكن تكون بلسم على جرح اللي قدامه وممكن كلمة تانية أقولها بجد يعني تجرح إنسان أعرفه من سنين ممكن كلمة كويسة من ناس أنا معرفهاش خالص أنا قابلتهم بالصرفة في موقف أو في أي حاجة سمعوا مني كلمة كويسة حبوني جدا وهم عمرهم ما شافوني وأصبح لي رصيد عندهم بكلمة حلوة لكن بعض الأحيان لما يكون في كلمة وكلمة جرحة ممكن ما تخلص لا في أسبوع ولا في شهر وساعات بتفضل سنة وساعات بتفضل أكتر ومحدش يقول والله يصل اللي بيفضل يفتكر الكلمة قلبه أسود لا ممكن الكلمة اللي أنا قلتها كان الجرحة جدا مش هو اللي قلبه أسود ممكن أنا قلت كلمة فيها عمق المشاعر وهو مهما كان إنسان مش هيستحمل الجرحة ده فطبعا دي مهمة جدا إن احنا نختار الكلمة ليه؟ لأن احنا في كلام في حياتنا أو في كلام في اللغة أو حتى في اللغة الدرجة الكلام ده هو وجاه يعني حمال أوجه يعني يحتمل وجهين كلمة تحتمل معنيين فيه كلمة تحتمل معنيين طب أنا فيه بيني وبين حضرتك أو بيني وبين إنسان تاني حزازية ورايح أقعد معاه علشان أحل الموضوع أو نوصل لحل كويس ممكن أنا أفكر لو فيه كلمة حمالة وجهين أو حمالة أوجه أو هي أكتر يعني بتدي معنيين ما بلاش من الكلمة دي خالص وخلينا أقول الكلمة كويسة خصوصا في موقف زي كده ليه؟ لأن أنا ممكن أقوم من هنا وفيه واحد أنت عارفين بقى أولاد الحلال اللي بيبقوا كده بيسخنوا بعد ما أنا أقوم يقول له شايف كان بيقول لك الكلمة الفلانية أنا لو منك ما حلش لأ أنا بقى ما تديش فرصة للباب باب إيه بقى؟ باب الشيطان باب الشيطان دايما مفتوح أنت لما تيجي تقول كلمة حمالة أوجه بتدي وجهين أنت كده سبت الباب مفتوح أما لو اخترت اللفظ أنت كده بتقفل باب بتاع الشيطان وتقوم تديله ترباس وخلصت منه خالص في الحال ده هنا فن الكلام طيب ولو جينا نشوف حاجة تاني النقاش والجدال النقاش والجدال أحيانا يقبلك حد بيتناقش معاك أو فيه موضوع أنتوا عايزين تتكلموا فيه سواء على المستوى العملي أو سواء على المستوى الشخصي لو فكرنا خليني ناخد مثل عملي ومثل نظري خليني نقول مثل عملي أنا ببيه حاجة وفيه حد جاي يشتريها مني الحاجة دي خلينا نقول ده مثلا بألف جنين خلينا نقول ألم فضة ممكن يعمله ألف جنين مثلا طيب أنا عارضته وجاي واحد يشتريه مني قال لي بخمسمية أنا ممكن هو دلوقتي جاي جادل هو مش جاي تناقش ولا جاي هو جاي تشطر أنا بدل ما أقوله أنت جاي تشطر وانت جاي تجادل وانت جاي مش عارف إيه أنا كده هنزل هاخده وانزل للمستوى الحديث وكمان أنزل منه فهو يقوم ينفعلي يقوم يرد علي وانا يرد عليه دي مش طريقة ناس تعلمت ومش طريقة الرقي ومش طريقة اللي إحنا عايزينها تكون في النهاية مثمرة بنتيجة إجابية فأنا ممكن بفن الحديث نقول إيه أقوله هو أنت بتقلل من شأن الحاجة بتاعتي ما أقولوش بقى أنت بتبخسه الناس أشيئهم ومش عارف إيه وانت بتكسر هو أنت بتقلل من الحاجة ولا هي حكتي قولي إيلا ما تسواش ولا يعني قولي عشان أنا مش عارف لما تيجي تسأله كده هو بيجاوبك بكل موضوعية وكمان أنت بتحول الحديث هنا فيه جماعة حاجة مهمة جدا اسمها المحولة المحولة دي إيه هي بقى أن أنا حول الحديث لمستوى راقي بمعنى أنا لما أجي أقوله دايما جملة تنتهي بعلامة استفهام هقوله هو الحاجة بتاعتي قليلة للدرجاء دي هو يقوم يرد ويقول والله هي مش قليلة ده حاجتك كويسة وقيمة والله أنا مقصودش إن أنا أبخث يعني أبخث بحاجتك الأرض ومقصودش إن أنا أكثر سعرها ولا حاجة أنت حولت هنا الكلام من الجدال اللي هو كان جاي جدله إلى إنه هو عمال يبرر مسك كل الموضوع وهمه وإنت وجهت وجهة نظره تماما في الحديث وفي الفكر إنه هو بيبرر والله أنا مقصدتش والله أنا كنت عايز أعمل حضرتك كويس ما تفهمنيش غلط ويقعد بعد ما انت حولت مصار الحديث يقعد هو بقى طول الحديث يعمل إيه يبرهن لك إنه هو ما كانش يقصد راح بقى الجدال وراح الموضوع كله وكمان يبتدي ينشأ أمور كده راحة نفسية فخلاص إنت عملت إيه إحنا أحيانا حاجات تقع مننا مش مننا إحنا من ناس اللي بنتعامل معهم فمش عيب إن أنا أنزل شوية واجيب مستوى الحديث للرقي مش عيب إن أنا أنزل وأحاول أعمل مسألة الرفعة أرتفع معي بالحديث حتى الإنسان اللي قدامك كمان يعني حديثه بقى مختلف وسياق حديثه بقى مختلف والاتجاه بتاع حديثه بيبقى مثمر إلى حد ما أو إيجابي فطبعا ده مهم جدا وكمان اللي بيعملك مرة بيفضل يتعامل معاك على طول أدي موضوع جدال طيب نحول الجدال إنا نقاش لو جينا ناخد مثل يعني شخصي مش تجاري هنيجي نقول أنا مثلا عن دجار وأنا جيت أركن عربية ما لقيتش مكان وهو عارف إن ده مكاني بسوء عنده عربيتين ودائما بيعد كده يدور ما لقيش مكان فبيركن مكان أي حد ما عاشه وما فيش مشكلة خالص يعني نشيل بعض لكن أنا مش لاقي مكان هو نزل لقاني واقف في نص الشارع عما الأدور على مكان باركنجي في العربية مش لاقي فهو بيجي ممكن يجي يقول لي طيب هو ده مكانك أو يعني هو يعني هو أنت فكر أن ده مكانك وأنا ما اتكلمش خالص فبتدي إن أنا أقول له لا خالص هو المكان ملكية للجميع الشارع بما إنه هو ملكية عامة فهو ملكية للجميع اللي يجي يقف ما أنا ما عنديش مشكلة خالص أنا ما اعتردتش أنا بشوف ولا أنت مش حابب إن أنا أقف في المكان ده أنت كده حولت الحديث إنه هو هيفضل يبرر لك ويقول لك لا والله أنا مش ده قصدي بالعكس ده أنت جاري وبتقفل علينا باب عمارة واحدة وإحنا زي الإخوات وإحنا أقرب لبعض من الإخوات والقصة دي كلها فبيبتدي إنه هو ممكن يشيل عربيته ويقول لك تعالي إركن أنت هنا دي اللياقة الفكرية بتحافظ على مستوك عقليا وكالتر الثقافة ومستوى الحديث وفي نفس الوقت والأهم من كل ده إن أنت منزلتش لمستوى الحديث لأن ده بيقلل من شأنك وبيعمل مشاكل وبيعمل طاقة ثلوبية وبيعمل بيننا حززيات والحززيات ممكن حاجات صغيرة بتكبر على فكرة هي عاملة عاملة زي زي الأرض بتتنمى بتكبر فعلا فإحنا خلينا ديما الشيطان لو كان شاطر بيقولوا عليه لا هو مش هيتشطر علينا إحنا ربنا ادانا عقل وادانا إمكانية وقدرات أكتر وأحسن منه خلينا دايما نقفل الباب ونديله ترباس طيب لو جينا نشوف الأحاديث إزاي بتتموا فيها كم نوع طيب فيه بعض الحوارات لها أنواع وقسموها يعني العلماء علماء الإدارة بالذات يعني ما بين تنمية بشرية وما بين تطور ذات بس هي دي مختصة بعلم الإدارة فقسموها علماء الإدارة قالوا إن أنواع الحديث أنواع كتيرة بس من أهمها اللي أنا اخترته النهاردة خمس أنواع نوع الحديث بتاع التنس ونوع تاني بتاع الركت أو البنكبونج تمام ونوع بتاع الجولف تمام وفيه نوع كمان نوع السلة وكمان نوع نوع كرة القدم لو جينا نتناول أول نوع نوع الحوار اللي هو نوع التنس نوع التنس ده نوع مستوراقي جدا محترم فيه احترام فيه خصوصية فيه عدم تعدي بمعنى نوع التنس هو عبارة عن إريا أو منطقة المنطقة دي لو افترضنا خلينا بدل ما تكلم بالطول وكلام خلينا نتكلم بالعرض عشان يبقى واضح لكم العرض هنا بداية الإريا أو بداية المنطقة اللي احنا هلعب فيها وهنا النهاية بتاعتها وفي النص الشبكة الشبكة دي عاملة ايه؟ اسم المنطقة نصين نظرية الميزان حلو قوي اسم المنطقة نصين فلما اسمت المنطقة نصين خلينا نقول المنطقة دي عشرة متر اسمتهم بالنص يعني خمسة متر طيب فيه كرة وفيه تنس هو بيدين الكرة بالتنس بيحدفها لي وانا كمان بحدف الكرة بالتنس لو الكرة قال للقوة اللي هو بي قوة الطرد يعني قال للقوة اللي هو بيديني التنس بيها مش هتوصلي فانا مش هتمكن انا ادهاله اللي هي الكلام والمعلومة عشان توصلني لما توصلني الكلام والمعلومة ابتدي ان انا ارد عليه واديله برضو كرة ضربة تنس تقوم رجعيه وطاني فهنا ده اول شكل او اول التفصيلة بتاعتها نيجي للتفاصيل لبقية التفاصيل التفصيل رقم اثنين ان الشبكة فصل الجزئين او جزء الواحد جزئين حلو قوي يعني انت المساحة اللي عندك زي المساحة اللي عنده بالظبط انا عندي هنا خمسة متر وانت عندك هنا خمسة متر متسويين بالظبط والشبكة منوصفاهم فاحنا محدش هيتعدى التاني والشبكة محددة الحدود لا انت هتيجي عندي وتتعد علي ولا انا ولا انا هاجي عندك وتعد عليك اتفقنا طيب وكمان قلنا الكورة بنفس القوة وفي نفس الوقت ما ينفعش تديني الكورة جمدة جدا تقوم طالع برا احنا كده وقفنا لفترة على ما اروح واجيب الكورة ومش عارف ايه يبقى كده فيه ركود ركود في ايه على ما اروح اجيب الكورة القصة دي انت وقفت وانا وقفت ممكن ميرجعش الحديث بقوة طيب كل ده احنا بنتكلم في كورة لغاية دلوقتي كورة التانيس او التانيس نارس خلاص طيب نيجي نحلل تحليل بشري ليه احنا حطينا الموضوع ده لما هو يكون عنده نفس المساحة وانا عندي نفس المساحة اذا انا كلامي قدي كلامه انا هاخد جملة متكونة مثلا من عشر عشر كلمات او اكتر هو برضو بياخد جملة تقريبا من كونة من عشر جملة او اكتر وقالي المهم هي هتديني نفس المعنى او هو هتديني جملة وانا هرد عليها انا هتدي له جملة وهو هيرد عليها ده مستوى الحديث اذا متبادل اول حاجة ومتساوي بما ان الشبكة اسمها النصين متساوي وهي كمان خد وهات محدش ماسك الموكلي واحده لأ انت بتتكلم وانا بتكلم ايه رأيك يا محمد في الحلقة دي اقول لك الحلقة دي كويسة وكانت المميزات بتاعتها واحد اتنين تلاتة فخلاص بنبتدي ان اتناقش هو كمان بياخد رأي في حاجة وابتدي ان انا ادي له الرأي بتاعي وبنطلع في الاخر في نتيجة مثمرة فلغة التنس متقسمة على الاتنين عبارة عن ناس بيحكمهم الاحترام مدام في حدود بص بقى هنا مدام في حدود للأرية او للمساحة اللي احنا بنلعب فيها اذا احنا محكمين هنا ناس بيحكمهم الاحترام وهنا ناس بيحكمهم الثقافة العالية ومستوى الحديث الكويس ليه لان في شبكة لانت ينفع تتعد علي علي في الكلام وانا ينفع اتعد عليك في الكلام فهنا في احترام المساحة والشبكة في عدم تعدي وكمان قوة الكورة بتدكناي على ان انا بقولك الكلام وانت بتقولي على نفس النحو بنفس القوة بنفس الرتم بنفس النتيجة المثمرة في نفس السياق اللي احنا بتكلم فيه ما انت ما ينفعش برضو تمسك الكورة وبدل ما تضربها هالية تم اديها عرض مش طول فمش هتوصلني فاذا مش بيطلع بر السياق فهو ده اعظم واحسن انواع الحديث ودايما ما بيقدرش او ما بيقدرش جمع الناس المحترمة الكويسة اللي ما عندهمش شوائب بينهم وبين بعضهم في العلاقة ما بيقدرش الجمع الا على موضوع التنس ده فده موضوع التنس طيب لو جينا ننتقل لموضوع الركت او البنجبونج البنجبونج نفس الموضوع اللي انا اتكلمت عليه بس مش بيستخدم فين في الود مش بيستخدم في عالامور الامور على المستوى الشخصي لا هو غالبا بيستخدم على الامور المستوى العملي يعني بنجبونج ايه طبيعته بقى هو نفس الطبيعة بس المسافة قريبة شوية يعني الكورة هتوصلك بسرعة وهترجع لي بسرعة واحنا قريبين من بعض بدل مثلا ما العشر متر هتبصت لقي هنا بيني وبينك اتنين متر ولا متر ونص والناحية التانية الشبكة كمان بعد الشبكة اتنين متر ونص هتبصت لقي المسافة صغيرة على طول بتوصل في نشاط في الكلام كويس طيب علشان يكون في نشاط في الكلام اذا اللي قدامك بيلعب في البنجبونج وانت لازم انتو الاتنين تكون محترفين علشان كده لان هي سرعة مسافة صغيرة وما بتلحقش حتى لو سرحت جزء من الثانية الكرة هتروح كده فده معنى ايه ده معنى ان كل واحد مننا بيحترم مساحة بتاعة الانسان اللي قدامه او القطب اللي قدامه وفي نفس الوقت بيحترم نفس قوة الحديث ده بقى بيتم في مين بيتم في المفوضات بيتم بشكل عملي بيتم في الناس اللي هم ليهم نشاط او ليهم يعني اصحاب الشركات ممكن رؤساء الدول ليه طيب بيكون سريع وبيكون مدته بطيء صغيرة لان رؤساء الدول النهاردة ممكن حد يجي رئيس دولة علشان يقابل مثلا رئيس الدولة بتاعتنا رئيس عبدالفتاح السيسي مثلا هتيجي تبص تلاقي انت لو بصت على الوقت اللي هم استغرقوه ممكن نص ساعة وهو مسافر بقى قد ايه مسافة كبيرة ممكن اربعين دقيقة ممكن تلت ساعة ما فيش مشكلة طيب اتنين اصحاب مؤسسات عايزين يتحدوا تبقى مؤسسة واحدة او شركة واحدة وعايزين يتفقوا ان هي اسم مين اللي هيبقى عليفطة او اللي هنعلنه للناس وهيبقى برند وقصة دي كلها فالموضوع بسرعة جدا بيكونوا ناس مختصين ناس عارفين هما بيقولوا ايه الناس عندهم مغزون ثقافي للمهنة بتاعتهم او مغزون نشاط عملي فعلى طول بتبقى الفكرة حاضرة وبيديها لله قدامه بعد ما بديها لله قدامه التاني كمان مش لسه هيفكر واشوفه وارد عليه كل موضوع ما انا مش راح اخطب دي مسألة عملية على طول عنده خبرة فبيبتدن هو يدي له على طول الاجابة فهو يدي سرعتها والوقت بتاعها قليل فلذلك هي طريقة عملية طريقة بتاعت نس مختصة اما التجارات او الادارات او المؤسسات او الدول او اي حاجة هي دي طريقة البنج بونج هنيجي لطريقة كمان الطريقة اللي بعديها خلينا نختار اي طريقة خلينا نختار طريقة السلة طريقة السلة هنعمل فيها ايه هنقول ان طريقة السلة في اتنين بيفضلوا ياخدوا الكورة ويجروا بيها كده واحد منهم بيبقى معاك كورة والتاني عايز يستحوذ وياخدها علشان يعمل ايه يسجل هدف عشان تارجت عشان البونس بتاعه علشان يغلب المنافس بتاعه خلينا نقول كلها منافسات شريفة وزي الفل بس يعني هي بتتكون في الأمور يعني المنافسة تمام فهما الاتنين عايزين ياخدوا الكورة وكل واحد بيجر ان هو يهدف قبل التاني وكل واحد مصلحته ده معناه ايه ده معناه ان انا بامسك المايك عايز المايك ليه افضل اتكلم 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 خلاص انا عايز محدش لما حد يجي شوف بقى الشخص ده من بعيد يقولك بس راح المايك راح تفلوسك يا صابر راح المايك بتاعك يا صابر يمسك المايك يفضل يتكلم فيه مش عايز اي حد يتكلم هي دي طريقة السلة ويعني خلينا لو خدنا مثل خلينا نقول مثل عملي ماشي خلينا اخذ مثل عملي الناس المحترمين اللي هم بتوع السلز ناس بيخرجوا علشان اكل عيشهم وناس محترمة وبيترزقوا بالحلال بس بعض الاحيان بيتمرنوا وبيتدربوا اكتر من اللازم اكتر من اللازم تيجي تخش المحل بدل ما انت برحتك وهتشوف انت عايز ايه يبتدي ان هو يقنعك بسلعة معينة يقول لك السلعة دي حلوة وكويسة يتكلم كتير جدا ما يدلكش فرصة ان انت تفكر هو عايزك تعمل ايه يوجهك على حاجة وتاخد فيها القرار عشان هو يحقق البونس او العمولة بتاعته هو حققه بيشتغل وكل حاجة فهنا انت محتاج ان انت ازاي تتعامل مع ده تتعامل قلوا ديني مساحا ان انا افكر هشتري منك وما فيش مشكلة وانت نازل تشتغل وكل حاجة وانا مقدر ده بس ديني مساحا فكر لان انا كده كده هشتري منك بس في حاجة وفي حاجة تانية لما ديني مساحا انا افكر اخذ الحاجة المناسبة لأي انا كده مش عارف افكر ممكن اخذ اي حاجة وكل مش مناسبة وارخ بها البيت وارجع رجعها تاني انت تقول لي مش هينفع أو حاجة فعشان ما نخشش في موضوع دي نمساح أفكر أحيانا تيجي ترد على التلفون معاك فندم الشركة الفلانية وتك تك مش مديلك حتى أن انت مساحة تقوله أنا مش بستخدم المنتج ده فهو ماسك المايك طيب ربنا يعنهم ويرزقهم على العموم فهي دي ده المثل العملي لطريقة السلة لو جينا ناخد المثل بتاع كرة الجولف الجولف هي كرة وبنضربها هنا وبتمشي مسافة كبيرة جدا ونفضل ماشيين 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 معاها وبنتكلم الطريقة دي بتكون فين الطريقة دي بتكون دايما مع المدرس ممكن أحيانا مع بابا بابا بيقل لنا على موضوع وبيتكلم فهو بيقول وجهة نظره فممكن تاخد منه تلت ساعة ربع ساعة أكتر أقل كده يعني تاخد موضوع مع المدرس المدرس أو المحاضر أو اللي في الدورة التدريبية أو الكورس بيدي لك محاضرة طول الوقت هو واقف وبيشرح وانت بتتلقى المعلومة انت هنا بتسمع وهو اللي ماسك المايك هو ده الحديث اللي احنا بقى بنقول عليه هو ماسك المايك ودي طبيعة ليه؟ لأنه هو عمال هو عاق بيتكلم كتير جدا علشان يفيدك وعشان يدي لك أقوى معلومة أو أكتر معلومات في الوقت اللي انت جاي عنده فيه ساعة أو ساعتين عايز تدي لك كل المعلومات الموجودة تمام؟ فهو بيمسك المايك مش بيسيبه ليه؟ لأنه خلاص هو طبيعة شغله كده فهو ده نوع من الحديث ده بيكون عند الناس اللي بتدي كورسات وأنا مثلا طالب وروحت يعني أخذ عندهم الكورس أو المدرس أو أي حاجة طيب لو جينا ناخد كمان 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 البنجبونج خلاص قلناه وأنواع الحوار طريقة الجولف قلناها في طريقة كمان اللي هي طريقة كرة السلة خلاص برضو هنيجي لطريقة القدم طريقة القدم هي طريقة طريقة بديهية جدا وطريقة حلوة جدا وطريقة تقريبا طريقة بيتوتية طريقة بيتوتية وطريقة كويسة جدا بتكون فين؟ بتكون وإحنا قاعدين وبابا مجمعنا كلنا مثلا وإخواتي وولاد إخواتي تلاقي كل الكل بيتكلم طريقة كرة القدم لو تلاحظ هم 11 لاعب الكل بيلمس الكورة ماينفعش محدش يشوت الكورة حتى الجون أو الحرب الرأس حربة أو أي حاجة كله بيوصل للكورة لكن بنسب مختلفة في حد كورة بيجيله كتير أو هو بيمشي بيها كتير في حد ثابت في مكانه المهم أنه كله بيشارك فين؟ في الكورة الكل بيشارك في الحديث بابا بيوزع الحديث أو كبير العيلة بيوزع الحديث كله لي دوره حتى الطفل الصغير بيسأله أي رأيك يا فلان في الموضوع ده؟ يقوله أوكي وممكن ساعات ما يقولش خالص ما يعرفش لسه ما عندوش التجربة أنه هو يرد أو ما عندوش ما عندوش الوعي أنه يرد بس المهم أنه كله بيشارك واللي حتى اللي عندو وعي يقوله إيه رأيك؟ بيشاركه علشان من هنا هو بيبعث له رسائل أنت ضروري جدا أنت تكون لك دور فعال ضروري جدا أنت تتعلم تاخد قرار من دلوقتي فهي طريقة الكورة أن كله بيلمس الكورة يعني معناها أنه كله بيشترك في الحديث بلا استثناء وكله بيشارك بس في حد بيدي وجهة النظر بمساحة أكتر وبعدين بيبتدي المايك أنه هو يتوزع على كل الناس بس كله على حسب المساحة بتاعته وهنا فاصل ونرجع نواصل ترجمة نانسي قنقر